ننتقل إلى عنوين الصحف ونبدأ جولتنا على الصحف العربية مع صحيفة القدس العربي مشاهدين وجاء في عنوينها لهذا اليوم السعودية تشدد إجراءاتها الأمنية للتصدي لعمليات هروب الأموال إلى تركيا تقارير عن عملاء من بلاكووتر لتعذيب الأمراء المعتقلين والكشف عن أول فيديو من داخل ريتس كارلتون إلى صحيفة الشرق القطرية التي نقلت خطاب وزير الخارجية القطري وعنوانات أكد في مؤتمر لندن أهمية استحداث إطار دولي وزير الخارجية قطر اتخذت خطوات قوية لاستئصال الإرهاب صحيفة الخبر الجزائرية كتبت عن نتائج الانتخابات المحلية وقالت الأفلان يحافظ على الصدارة والأرأندي ملاحق شرس إلى صحيفة القبس الكويتية التي كتبت عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض وقالت اجتماع الرياض الثنين المرجعية الوحيدة للهيئة العليا المعارضة السورية صقفنا مواقف الثورة وجناف واحد إلى لبنان مع صحيفة المستقبل التي عنونت داخليا وقالت الحريري يتريث وأهل الوفا يبايعون خياراته إلى صحيفة الحياة التي عنونت من ميانمار وجاء في عنوينها الروهينجا إلى ميانمار خلال شهرين تنفيذا لاتفاق مع بنجلاديش ننتقل إلى الأردن مع صحيفة الدستور والتي عنونت عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وقالت مساع صهيونية لبناء 1048 وحدة استيطانية في الضفة اعتداء على قوارب الصيادين في بحر غزة واعتقال 11 فلسطينيا ومن هذه العنوين مشاهدنا ننتقل إلى صحيفة العرب الجديد للإضاءة على ما نشرته على صفحتها الأولى لهذا اليوم الرياض 2 المعارضة تتصدى للضغوط السعودية أما في عنوان صورة الغلاف المصالحة الفلسطينية عثرات في الطريق وفي زاوية الحدث مصطفى مدبولي قائما بأعمال رئاسة الحكومة المصرية ونختم مع كريكاتور اليوم في العرب الجديد بعنوان مقابل الفنان علي المندلاوي في إشارة إلى أزمة زمبابوي مشاهدين هذه كانت جولتنا على عنوان الصحف لهذا اليوم سنكون لنا وقفات أخرى ولكن الآن عودة للزملاء لمتابعة باقي الفقرات